يقوم الرئيس السيسي بالكثير من الجهود سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي ما استدعى العالم إلى خطب ود مصر ودعوتها ممثلة في الرئيس السيسي لحضور كبرى الفعليات والقمم الدولية تمثل مشاركة مصر في قمة العشرين هذه المرة فرصة جيدة لعرض وجهة النظر القاهرة سياسيا واقتصاديا أمام صانعي القرار الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم لسيما في المرحلة الرهنة كثيرة هي الجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي داخليا وخارجيا ما استدعى العالم إلى خطب ود مصر ودعوتها ممثلة في الرئيس السيسي وذلك لحضور كبرى الفعاليات والقمم الدولية وأبرزها قمة مجموعة العشرين مع قادة الدول التي تمثل أضخم اقتصادات في العالم دلالات كبيرة تحملها مشاركة مصر الثالثة في قمة مجموعة العشرين المرتقبة في الهند فبعد مشاركتها بنجاح وفاعلية في القمة عامي 2016 و2019 بالصين واليابان على الترتيب وما تضمنته مشاركتها من جلسات هامة ولقاءات رفيعة المستوى تمثل مشاركة مصر في القمة هذه المرة فرصة جيدة لعرض وجهة نظر القاهرة سياسيا واقتصاديا وذلك أمام صانع القرار الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم لاسيما في المرحلة الراهنة وفي ظل توجد كبار القادة على مستوى العالم تمثل القمة محفلا هاما لبحث الأزمات المتشابكة بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الديون والتركيز على مرونة النظام الدولي متعدد الأطراف خلال الأزمات الجيوسياسية المستقبلية وهنا يظهر دور مصر كلاعب قوي من خلال تأكيدها المتواصل على أهمية توسيع نطاق التمثيل للدول النامية في هيئات صنع القرار بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كذلك تعمل مصر التي تحمل على عاتقها تمثيل القارة الإفريقية خلال تلك المحافل الدولية على ضرورة تعزيز الهيكل الاقتصادي الدولي لمساعدة الدول النامية على تجاوز التقلبات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال نهج متنوع يشمل سياسة الانفتاح على كافة القوى الدولية والبحث عن فرص بديلة مع الدول التي تمتلك تجارب تنموية ناجحة مصر كقوة إقليمية محورية مهمة يمثل حضورها قمة العشرين فرصة كذلك لبحث ملفات ملحة كالأمن الغذائي والطاقة فضلا عن قضايا مكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية والإغاثة في حالة الكوارث خبرات مصر وثقة لها السياسي ميزة نوعية تسعى دول العالم وتكتلاتها السياسية والاقتصادية للاستفادة منها وتقديم تجارب ناجحة للقدرة على تخطي عقبات صعبة كالإرهاب ومواجهة التوترات الإقليمية وكذلك استعادة القدرة على دفع عجلة التنمية ترجمة نانسي قنقر